إلى أروقة المحاكم نقرأ عدة قضايا البداية من صفحات أشروق نقرأ جنايات القاهرة تعاقب متهمي فض رابعة بالسجن عاماً للفوضى وتحيل المحامين للتأديم قررت محكمة جنايات القاهرة المنعاقدة في معهد أمناء الشرطة بطرى برئاسة المستشار حسن فريد اليوم تأجيل جلسة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و738 متهم آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بفضة تصام رابعة لجلسة 21 مارس المقبل لسماع شهود الإثبات كما قررت المحكمة إحالة معظم المحامين في القضية إلى المحاكمة التأديبية لتقاعصهم عن أداء عملهم وكلفت النقابة بإرسال خمسة محامين للدفاع عن المتهمين الذين انسحب دفاعهم وقضت بالسجن عاماً للمحبوسين على ذمة القضية لإخلالهم بنظام ساير الجلسة